معانا اليوم في الاستيديو للحديث عن هذا الموضوع الدكتورة رامية دالاتي أخصائية في طب الأطفال حديثي الولادة في المستشفى السعودي الألماني بالشارجة حياتي الله دكتورة رانيا الله يسلمك يا رب هلا فيكم هلا وغلا فيكم يوم مرحبا الدكتورة اليوم بتزودنا طبعا بأهم المعلومات والنصايح اللي تساعدنا على تنظيم نوم الساعات لدى الطلاب أكيد شهاب دكتورة رانيا يا مستهج الله بالخير وأكيد نحن يعني بعد الإجازة الصيفية وتلاحظين أن الأهالي عندهم صعوبة في تعويض عيالهم منهم يرقدون من وقت فكيف تبدأ الأم أنها تساعد طفلها أن تنظم وقت رقادة خصوصا في هذا الوقت تمام تسلم كتير عبير على السؤال الحلو هو فعلا هلأ بعد عطلة طويلة وبعد راحة وروتين مخترب بالأوقات النوم متأخر الأكل متأخر وجبات فوضوية أكيد هلأ لما نرجع المدرسة هذا الموضوع لازم ينتهى أكيد لازم يصير في تنظيم أكثر لا حياة صحية للأطفال أكثر لا ينتجوا بشكل أفضل ولا راحتهم الجسدية والنفسية كمان هلأ في البداية أكيد الموضوع سيكون شوي سترس على الأهل على الأطفال بس معنا شوي شوي بشكل تدريجي الموضوع إن شاء الله صحيح ينفك ويصير موضوع شوي فليكسيب الأكثر هلأ في البداية أكيد الأهل لازم يعني يكون في عندهم أول شيء قناعة تامية أنه النوم بكير للأطفال هو صحيح لإلهم لما بيكون عندهم هاي القناعة هلن بيقدروا يطبقوها على أطفالهم وهذا الشيء طبعا ما بصير أنا أقول لإبني أنه أنت روح نام عندك مدرسة أنا ما عندي مدرسة أنا بسهر أنت روح نام أكيد هذا الشيء غلط لازم الكل لما بديكون يسير عنده نظام كامل العيلة كلها بوقت محدد هني رازمي ناموا ولازم الأهل يكونوا صارمين يعني لما بنقول على الساعة 8 النوم يعني خلص الساعة 8 النوم ما في معلش عشر دقايق زيادة ما معلش ساعة زيادة يعني بديكون ساعة واحدة تخرب النظام كامل صح كلامك مية بمية الثاني شيء كمان بيكون عند قبل النوم ما بنحاول نعطي الأطفال نشاطات بتزيد من حركتهم الزهنية يعني مثلاً ما بنخليهم يلعبوا آيباد أو أجهزة إلكترونية أو يشوفوا مثلاً برامج تلفزيونية منشطة ما نحاول قد ما نقدر الأشياء اللي بدون نساول الأطفال قبل النوم إنها تكون أشياء هادي يعني مثلاً يقروا كتاب بسيط مثلاً يستمعوا على موسيقى تكون هادي ما يستخدموا شاشات الموبايلات قبل النوم يعني هاي بعض النصائح يلي منركز فيها على الأهالي اللي يقدروا يساعدوا نفسهم لا يعني يرجعوا يبرمزون برنامج النوم عند الأطفال يعني أنا أشوف موضوع اللي أنت تكلمتي عن موضوع الأجهزة الإلكترونية موادرة تتفقوا إياه يا شهاب أنا أنا التلفون أو الآيباد آخذ من ولدي قبل الرقاد يعني من خلاص يعني وقت الرقاد مستحيل أخليه معاه في غرفة النوم تمام لأنه أكيد من وراي بيروح يشل إذا ما يرقاد بيشل الآيباد وبيسي يلعب فيه بس قبلها بكم ساعة تخلين الأجهزة بعيدة عنها لأن حسب ما سمعنا دكتورة وأنت صحيحين لها المعلومة إن على الأقل ساعتين ساعتين عفير هو مفروض قبل الرقاد تتفقيني دكتورة ساعتين أو ثلاثة أنا معكم 100% بس أنا أخصص لأصلا وقت مثلا الآيباد يكون معاه مثلا خمس ساعات في اليوم مثلا مو بأكثر يعني هلأ خمس ساعات خمس ساعات في اليوم في اليوم تتحسينها وايدة صح؟ أتكون متباعدة صح كلام خاصة أن هلأ عم يطلعوا المدرسة من السيد تونس أدوب أربعة ونص خمسة فشو هو الوقت الأمثل دكتورة من نجة نظر تذكرتي الحين أنه خمس ساعات وايد فشو الوقت الأمثل؟ لأن هذا هو نفس السؤالي الثاني اللي هو كيف الطالب ينظم نومه ويكون الوقت المناسب له عشان يكون بكامل تركيزه خلال الحصة الدراسية كده هذا مرتبط بهذا صح كلامك هلأ إذا نحن نعتبر أنه الآيباد كوسيلة ترفيهية للطفل فصراحة ساعة وحدة كافية في اليوم لأنه نحن الطفل يذهب للمدرسة عاما يرجع مجهد فينه يعمل اكتفتي ساعة وحدة على موضوع الخمس ساعات أنا أتكلم لما في الإجازة مو بوقت المدرسة ترى وقت المدرسة يختلف في الخمس ساعات يعني ساعة وحدة عبير لولدش تعطينا إياها خلال اليوم أحس لحين اليهال ساعة وحدة ما تسدهم يعني دوبك بيلعب لعبة وحدة وإلى شو يفوي بس أقول لك هو بالنهاية لما حيخلص هاي اللعبة لسواء لعبته ساعة ولا خمس ساعات هو حيضل بده أكتر بالعكس حيزيد لإله التعلق أكتر بهال الألعاب وبهالآيباد وبعدين حيتعود على هاللعبة بدسير يحمل لعبة تاني بدسير تعلم على الشي تاني فشي مثل ما بقوله بالعامية حيجر شي فهو الأفضل لأنحنا نكون صارمين نحنا ساعة وحدة يعني فعلا ساعة وحدة ماكسيموم ساعتين بس أكيد مو أكتر أصلا هالساعتين كيف حتتلحق معنا بعد ما بيرجعوا من المدرسة إذا عالساعة ثمانية لازم يكونوا مجهزين للنوم هلأ تاني شيء الألعاب بشكل عام هلأ موضوع كتير صراحة مهم الألعاب بشكل عام خاصة عند الأطفال الكبار كتير ننتبه الأهالي لازم ننتبهوا شو نوعية الألعاب اللي عم يلعبوا فيها فيه عن جد فيها نوع من الألعاب خطيرة خطيرة عند الأطفال حتى تحسين الطفل أنه عنده فرط حركة فرط حركة مو بعرف شي يسوي خلاص مخا متبرمج على اللعبة اللي يلعب فيها صح مصبوط حتى تلاقي عنده عصبية غير مفسرة وبعدين بصير عنده صعوبة بفتح حديث وإنهاء الحديث عم تلاقي ما نو قادر يتواصل معك اجتماعيا هو أسلوب باللعب أنا لم سيطرة باللعب أنا كل شيء مثلا قاتل هاد أضرب هاد ربحت فأسلوب كله مبني على العصبية على العدوانية ما في أسلوب للتفاهم بالكلام ففعلا هذا الموضوع كتير كبير وبعدين حتى لو نهاية الأسبوع أو صار عندنا عطلة ما معناتها عطلة معناتها خلاص منرجع أنه بلعب قد ما بدي بصهر إمتى ما بدي يعني بدي يضال حتى أيام العطل بنا نحاول شوي نضبط الموضوع شوية يعني شوية صرامي شوية صرامي مثلا نقول لن للولاد نون يعني نقول لن لا يعني فيه فيتامين اسمه فيتامين نون هذا كتير صعب أنك تقول للولد لا وهني سؤال لدكتورة هذه الجملة التي ذكرتها فيتامين نون أو كلمة لا كيف هذا الجيل اليديد الذي يتسم بالعناد ويتسم بالفردانية وأحيانا كذلك التشبث بالرأي كيف أنا ممكن أقنعه أنه لازم ترقد في وقت معين لازم تنشف في وقت معين كيف آلية الإقناع والله هي يشوف الموضوع بيأتي بشكل تدريجي هو يكتسب بشكل تدريجي مجرد ما نعلم أولادنا يتحملوا مسؤولية وما يكون كل شيء متوفر عند الطلب ويتعلموا أنه أي شيء بالدنيا ما بيحصلوا عليه بسهولة بمجرد أنه طلبت هذا ما ندلال بالعكس هذا شيء اسمه يعني إفساد لترباية الطفل فالموضوع بالشيء بيأتي بشكل تدريجي لما بيتعلموا مثلا ماما أنت على الساعة 8 بدك تكون نايم بدك تكون منظم أمورك تعامل هيك مثلا فرشاة سنانك زبطت وضعك عملت هيك وخلص فيتنام لما بيتعلم الطفل أنه أنا عندي وقت محدد التزم فيه لازم ساوي هيك خلص بصير هو تلقائيا بيتعلم يتحمل مسئولية لما أولادنا بيتعلموا يتحملوا مسئولية شوي شوي معهم بصير في عندهم يعني سواء عند البنات لما بصيروا بكرة إن شاء الله أمهات وهي تلاقيهم فعلا بتحملوا المسئولية أو عند أولادنا الصبيان الشباب الله يحميهم بس يصيروا كبار بصيروا رجال يعرفوا يتعلم المسئولية يعرفوا يتحملوا الضغط الحياة ما هو من أول ما مشكلة بتصير معهم تلاقيهم نهارو مثل للأسف لما الألعاب الإلكترونية الترفيه الزايد للأطفال بتعلموا للهشاشية بصيروا بتلاقي مجرد مثلا ندخل بأي حوار مع زميله ما تفاهموا مع بعضنا البعض إما رح يكون أسراب الضرب مظبوط إما تضرب مظبوط أو الأنسحاب يرجع للمساعد بيت بيبكي بتلاقيه نهزة تسقطوا كثير بنفسه هذا الشيء غلط لازم نعمل حساس وزيادة عن اللزوم صح كلامي لماذا؟ نلهش على شيء والهشاشية من كترة الترفيه ومن أنه أي شيء مباح لإله لا لازم يكون عنا فعلا يعني خاصة على الجيل أنا عم بيحكي هذا الشيء فعلا من الممارسات يومية مشوفها عنا بالعيادي يعني بتتأثري حتى تلاقي أطفال صغار والله أحيانا الأهل بفوتوا الولد ماسك الموبايل يعني تفضل حبيبة شوفك بتلاقيه ماسك الولد الموبايل ماسك بابا الموبايل هيك غلط لازم نعلم أولادنا نحن لما بدنا نروح على مكان ما الموبايل إلو وقته الأيباد إلو وقته الألعاب إلو وقته فعلا أنزين دكتورة هل تشوفين أن احتياج النوم بالنسبة للأطفال يختلف عن خلنا نقول الطلاب في مرحلة الإعدادية مرحلة ثانوية الطفل مثلا خلنا نقول نقدر نتحكم فيه أنا بيرقد من الساعة ثمانية وبينش الساعة مثلا ستة أو سبع صحيح لكن المرحلة المراهقين اللي في مرحلة الإعدادية والثانوية تقولينهم ارقد من الساعة ثمانية يمكن ينصدم ويجادلتش ويقولتش لا وكيف هل خلنا نعطي مقارنة احتياج للطفل واحتياج المراهقة للنوم نحن سؤالك نحن كلما صغير كلما عدد ساعات النوم عنده أكثر كلما منكبر يتقل عدد ساعات النوم بحيث أنه عند الأطفال يعني خلنا نقول الشباب يلي هي المرحلة الثانوية يصير تقريبا مثل البالغين يلي هي تقريبا نوسطيا بين ثماني لتسع ساعات نعم هلأ لما بيكون الأطفال خلنا نقول بعمر المدارس عادة بيكون عدد ساعات النوم عندهم شوي أكثر يعني طبعا ممكن يوصل لتناشر ساعة أهالي بيقولون نحن خمس ساعات كافة وزيادة بحيث حالنا خلص ما بدنا أكثر بس هذا الشي لقوا على المدى البعيد بالدراسات أنه بالعكس له تأثير سلبي ما نمحسوس بالوقت الحاضر لكن على المدى البعيد له أسعار سلبية له أسعار سلبية باختلال الهرمون النمو بالجسم بالسمنة بالسكر بأشياء كثيرة فإذا عدد ساعات النوم بتزيد مع قلة مع الأطفال الصغار وبتقل كل ما زدنا قدم في العمر طيب دكتور يصاحب الأرق والتوتر النفسي كذلك كثير من الطلاب كيف ممكن نقدم لهم الحل شو هي الخطوات العملية اللي تقلل من هذا الأرق والضغط النفسي اللي يأثر سلبا على جودة النوم كتير حل سؤالك هل سيد شهاب شوف أول شيء الأطفال بحاجة كثير لدعم خاصة لما هن متعودين نظام فوضوي بالصيف وبعد فجأة بدن نروحوا على المدرسي فصراحة بدن ندعم شوي من الأم بدن ندعم من الأب الموضوع ما بس مسؤولية أم هي مسؤولية متكاملة من الطرفين لما بيكون الأم والأب متفقين ومتحدين على نفس القرار بتربيت الطفل الطفل تلاقيه بيستجيب سرعة أكتر وبقناعة أكتر لما بيشوف من الطرفين عم يجي نفس الكلام نفس المواعظ هلا قبل النوم مثلا ممكن نعطي الأشياء أول شيء قبل النوم بساعتين ما بنصح بوجبات أكل أكيد دستنية لأنه بتأرق الطفل وبصير الجسر ينشغل صحيح بالعصر مشروبات الغازية عندك الأكلات الفاست فود وحتى درج درج كثير الأيستي في كثير أطفال بيحبوها من نوع من أنواع أن المشروبات اللي بتعطيون شوي صاقوا بيكون فيها سكر وباردي فأكيد هاي كمان الأيستي أكيد فيها كفاين وهي الأشياء منبهة للجمنة العصبية فبتأرق أقل الشيء يعني يكون حوالي أربع ساعات فاصل ما بين النوم وما بين تناول هاي المشروبات لأنه حتى هي مو بس مؤرقة هلا صراحة في كمان كثير أطفال بعانهم من الثلس البولة أثناء النوم معقول صح صح في بعض الأطفال عنهم من سن المدارس وهذا موضوع طبعا صعب شوي فتخيل يشربوا مع كفاين ومشروبات وكذا فهي الأشياء كلها منحاول نبه الأهالي أنه يفضل أقل الشيء أربع ساعات قبل النوم أنه فين يشربوا هالأشياء دكتور خلنا نتكلم على موضوع الغذاء الصحي وممارسة الرياضة إذا كان ما في ممارسة الرياضة هل تشوفين أن الأهالي اللي يودون مثلا عيالهم مثلا يخلون يمارس مثلا أي لعبة هو يباهى في الحديقة مثلا يكون فيه جهد بدني هل هذا يساعد في أنه ينظم مصبوط تماما فعلا وهو خاصة إذا كانت منتظمي أحيانا ممكن نتحمس تلاقينا بيوم واحد نفضي كله للولاد ونعمل الرياضة ثاني يوم مفشي من هيك فهو يعني سبحان الله أحسن شيء هو الأشياء من سابر على الدوام ولو كانت فترات قليلة فمثل ما تفضلت نشاطات رياضية بسيطة بس نحافظ على انتظامها يعني تكون يومية يعني ما نتحمس يوم يلعب كرة مثلا صح لعب كرة مثلا دراجة سيكل تمية بالمية وهلأ بالطقس بلاش يصير شوي حلو خير نقول هلأ شهر شهر عشر إذا كنت حسنت كتير حلو فينا يطلغوا تطلع سهيلة الحمد لله ففينا يتمش وفينا يعني طبعا الرياضة تمشي كتير حلوة ما أنا مجهد كتير وبنفس طاعتها نفسية غير فأكيد فعلا معك الرياضة قبل النوم كتير إلى دور كبير خاصة إذا كانت منتظمة أكيد الأكل الصحي كتير مفيد فيه نوع من أنواع الأكلات أنا بحق أذكرها كأسم بس أكيد لكل يعني يعني نوع من أنواع المعكرونة بتعرفي بيكون فيه كتير بهارات نوع من الأكل بيكون فيه الأندومي صراحة عادي هذه المجبرة رسمية حق الطلاب يعني أنت تهدمين كثير من المفاهيم دكتورة مشكلة زملائنا هنا في الدوام يعني بدون ما يسمي هرشكل ما يحرون يأكلون الأندومي صح كلامك مضبوط بس أقول لك شغلة هي كتير مصبتة للنشاط الدماغي عند الأطفال وتأكل كتير التركيز عنها حتى أنت حتى نفسك جربة تأكلها مثلا وجبة تقيلة من الأندومي وبعدها تروح تدرسي أو بعدها يطلب منك نشاط صدقا خمول تحس بسكتنامي أو تحس حالك خلاص مصبتة يعني معنك بنشاطك نعم فهذه النوع من الأنواع فيه كمان الشيبسات كمان كتير درجة بس ما حتوسع كمان كمان فيها كتير سبايسي فيها كتير بهارات هاي الأشياء كلها بتعمل تأثر كتير بتعمل خمول والأهالي لازم يديروا باله من هذا الموضوع يعني ما نبعث مثلا كيس شيبس مع أولادنا على المدرسة يعني إذا نحنا من ناقة حال لأن أكثر الشيبسات حتى أنا دريت في شيبس يعني من أمريكا مكتوب ملاحظة أن الألوان تؤثر على طاقة الأطفال وحركة الأطفال صحيح مية بني حمل على عيال تعاد عبير الحمد لله دعو تابعين المعلومات كلها نطلق مضبوط كلامك فيها حتى يعني في مرة أحد المرات إجانا طفل صار عنده على المستشفى السعود الألماني كان عنده التهاب ماضي وأمعاء شديد والحمد لله رب العالمين تحسن بصحة وعافية كان السببب أنه أكل تلتة كياس من الشيبس اللي حضرتك ذكرتي ما قصرت على معدي فاضي نحن نتمنى يعني أن المعلومة هذه لكل الأهالي يأخذونها بعين الاعتبار صحيح الدكتورة راميا دلاتي خصائية في طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى السعودي الألماني كل شكر لتش على وجودتش في مساء الإمارات نورتين نورتين شكرا